يا صباح الخير من جديد صباح الخير لكل المشاهدين لكل المشاهدات لبنى وردة صارت غنية عن تعريف واحدة من الوردات البرنامج يعني اللي دام يكون معنا الشف الجميلة حتعمل لنا اليوم توست مع ماشروم فطر طفر وجبنة يلا خلينا نشوف هاي وسطة كتير سهلة سمار لضيوفك جين عندك للناس عند أولادك لضيوفك أي شيء إليك إليك لازم للناس يعني إليك دلل نفسك دلل نفسك طبعا إحنا بنجيب خبز الفرنسي الباقات أوكي وبنقطعه بهذا الحجم أوكي عشان يكون تقدر تمسكيه زي كي بحجم لهما بايت صغر أكزاكتل هلأ عنا هون كل شيء هم بميل للأصغر هلأ بالأكل أكي أرتب أرتب وبعدين بيكون في نوايات كتير سمارة على الطاولة إذا كانت الحجم القطعة كبيرة بتقدر يشتاكل من شيء تاني أو بتتركيها وبتصير ويستو كبابو بالزبط وفي سبب تاني أنه حتى اللي بدهم يقللوا الكميات يعني ممكن يكون هذا الحل يعني للكمية القليلة وإحنا صار الناس هلأ كتير فيه رسابيز ووصفات الناس بعد الطاولة بيكون أكتر من نوع عندك فالناس بتحب الدوء بالزبط فخليهم على قد خليها صغيرة مضبوط هلأ عنا هون زيتون أسود مقطة بصل منفرم كتير صغير قريته بصل أحمر نكهته أكتر أقوى أنا بحب الأحمر زاكي نا نكهته أقوى لونه وطعمته غير حلو كتير صح نكهته زاكية وعنا موتزرالا وعنا ميونيز عنا فطر مقطع صغير وفليفلة قم يلاحب فلفل أطع صغير 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 عشان تقدر توسع على تمام لأنها أطع صغير مضغوط تمام خلينا نبلش بنحط بنخلط كل المكونات هدول مع بعض الفلفليف للخضرة خضرة والفطر فطر فرش فرش حلو كتير سعيلي فرش معلم الدكاعة بس لفرش دائما أسكى أسكى وأفيد 100% وعندك البصل هلأ في ناس ما بتحب البصل بس البصل بهاي الوصطة بيعطي نكهة مميزة بصراحة نكهة المميزة للوصطة وليه ناس ما بتحب البصل زاكي البصل والتوم أنا بحيشهم من نعم الحياة من نعم الحياة كتير ناس تشوفهم بس إذا في بصل ما باكل إذا في توم ما باكل يعني هي أزواق بس أنا بحس أنه هي خصوصا بأكلات منطقتنا بصل وتوم هم أساسيين كتير والله في كل العالم يا سمر كل العالم كل العالم هلأ اللي بتشوف البصل والتوم بنكه كتير طبعا 100% بس هلأ في ناس عندك أمرات صحيا بيكون عنده قولون بيأثر فيول أساسي معينة وفي بعض الريحة برضو مرات طبعا اللي بكون عنده مشوار شغلة عاملة أكيد مش هياكل الصباح وروح على شغله بس ضعب منحط ملح وفلفل أسود فلفل الأسود والملح تمام إذا مخلطة سهلة زيتون بصل نسنع الجبنة مجرلة 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 تشيز شوف اللون يا سمر ما أحلام ألوان كتير حلوين حديقة من الألوان كتير حلوين مينيز مينيز هذا مينيز بيجي بخليه في طراوة لأنه حيدخلوا للفرن هدول هدول حيدخلوا للفرن مش إشي بارد مش بارد هدول عشان تسيح الجبنة ويتماسكوا مع بعض فالمينيز لما تأكل الجبنة ما بتكون ناشفة بيكون المينيز أعطاها طراوة من جوا فلما تأكلها بتحسي لسه جوا زي الكريمي بتكون ما بيخرب المينيز بالحرارة لا لا يعني بقولونا إذا مثلا ما بصير يتسخن هيك هاي بجوز مش صحيح المعلومة لا بصير هلأ إذا تسخن هاي على طول بتحملي وبيضلوا من جوا فرش مش ما بصير كيف البيض اللي يخرب مسلوق ولا مخرب مسلوق هلأ زي ما أنت شايفة هون هلأ بنصير نحطهم عليهم على الخبزات أمام أوكي وبنحطهم عين عليك لازم جد الوصفات تبعك أنه سهلة وبسيطة وزاكية وجديدة يعني عن جدها أنا مش لأنك أنت ضيفتي ولكن دائما أنا بقول لبنى بتجيب شيء لطيف وغريب سمر وما بدك أنا دائما بحب أروح للوصفة اللي ما بتها وقت كتير أيها الزمن مش نفس الزمان ولا هذا تحفي مرات لبنى بنكون متشجعين نعمل وصفة معينة مثلا إنه دعم الهالوت بتروحي مثلا على النت ولا بتسألي زي لبنى بنسأل شف تصير تقولنا جيبي كذا وبعدين بتحطي كذا بالفرن وبتأشر يعني خلاص ببطل وراح لنهار وما بتزيز مظبوط وثلاثة أرباع الأشياء مش عندك في البيت صح صح كتير شغلات بتشوفيها على الفيديو بتشتهيها بس ما عمرك بتروح بتسويها لأنها معقدة معقدة بتحقيها وبتخليها بس ما بتسويها مظبوط كلامك زاكية بس يعني معقدة أنا بدي إشي زاكي وبسيط بنفس الوقت لأنه أنت عارفة كمان الواحد عن جد الكل عم بيقول ما عنا وقت ما عنا وقت صح مشغولين مظهور مستعجلين صح هلأ شايفة زي هون أبن نكمل هلأ زي هيك بنكمل هون كل يعدهم هذا اللي حيكون على الفرن بالفرن بعد من دخله بالفرن لمدة يعني ربع ساعة ليصير الوش بس متحمر يكون محمر ولونه أشقر يصير عملت لنا هنا سندويشات أصلا لبناء هون عملناهم من قبل طريقة التقديم كمان بتفرق لما يكون طريقة تقديم وشوفي محلا بس أخذ اللون شوفي هون قديش كان أبيض هلأ بصار تحمل الظبط حتيتي اللي هو شو قولوا له الروزماري الظبط رائع جدا جدا فهذا هلأ مخريسنا بيقولي دوئي لك أنا بدي دوئي لك دوئي لك دوئي لك شفت كيف من جوه بظله زيلي كريمي كمان صح صح بدي أقول لحسن إنها كتير زاكي وبقولي دوئيها أقولي لك طعمتهم كتير زاكي كتير هلأ بنود الحسن هلأ بنود الحسن لازم لبناء برافو يعني عن جد من الأشياء اللي حلوة ومفيدة وممكن أنها تنعمل لولاد صغار حتى يعني صح صح مضبوط كلامك ومفيدة وسهل كتير شو فيما أخذ وقت بالمرة جميل جدا ضل بدي أسألك سؤال هو جانا من المشاهدين إنه إذا منقدر منقدر نغير مثلا نحط خضار أنواع مختلفة منقدر نحط في ليف لحمراء صفراء بهاي الريسبي شوفي هلأ اللي أنتي الأشي اللي موجود أساسي بيكون فيها الميونيز الجبنة المشرم هلأ تقدر تلعبي باقي القدار تهلفي بتخيل ممكن تكون البندورة المجففة زاكية تقدر تحطيها بس بيكتحط فيها زعترناشة في وقت تقلي بها شوي إيطالي النكهات الإيطالية تقلي بها شوي إيطالي وتلعبي فيها طبعا تقدر تسوي فيها بزي ممكن تحط فيها بروكلي كمان بروكلي بتحطي تشادر تشيز مش موزرالا تلعبي بالأشياء فيه أشياء بتلبق مع بعضها البعض وفيه أشياء ما بتلبق مع بعضها البعض بتحسي لما حتى ما تروحي مطاعم إذا تلاقي بروكلي بيكون حاطين على تشادر تشيز صفرة دائبة الأشياء الصفرة فيه شغلات الأطعمة بتضرب مع بعض ونكهة إيطالية نكهة مكسيكية وهيك بصير الواحد بعد خبرة وبعد ما يتابعكم كمان والله يا لبناء عنده خبرة بالنكهات والتجربة سمر كتير فضيعة يعني لما تجرب تحكي كانت هذيك أطيب ترجع مرة تانية بتعديها التجربة كتير بتعلم خلطة الأطعمة المهم إنه نعمل أشياء ببيتنا بتعرف في لبناء والله مع هالمطاعم والجنك فود والخيارات المختلفة بكل محل حلو الأم أو الستة البيت أو أي حدا موجود يعني يطبخ في البيت ريحة الطبخ في البيت تعمل جو الأسرة الألفة والدفع حتى حلو تدخل البيكينج الكيك كل هذول تعملوا ريحة أكتر بعدين الواحد يكون فخور يعني أنا مثلا دائما برجع ابني ماما في ريحة إيش أنا اليوم طابخة دخية سجل عندك لو سمحت في عميك الواحد بعض حاله فخور بنفسه إنه عمل شيء بمحبة للآخرين فإن شاء الله يا ربي كل بيوت الناس يكون عامر بالفرح والأكل الزاكي والأشياء الحلوة لبناء أنت برافو عليك دائما بحب شاشتك لطفك وإبداعك في الموضوع شكرا لبناء شكرا جزيلا وإحنا فاصل قصير ومن بعده نرجع لكم لنتابع فقراتنا لهذا الصباح وهي كثيرة لا زال في جعبتنا الكثير خليكم معنا صباح الخير بعد شوي بنرجع